بويندو كوزميد اليوم مشاهدينا راح نحكي عن جراحة البدينة وكيف ممكن تكون حل لمرضة سكري تفاصيل أكثر مع ضايفنا الدكتور ناجي صفا أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا فيك شرفتنا حضرتك اختصاصي جراحة البدينة والتنحيف نحن نعرف قدية البدينة تشكل عائق كبير بالنسبة للأشخاص الذين لديهم وزن زيد أولا وكمان لأشخاص اللي عندن سكري وهالجراحة أوات عم بتكون الحل الوحيد حتى يتخلصوا أولا من الوزن زيد وكمان حتى يخففوا عوارض مرض السكري لأوات بشكل خطر على حياتهم أكيد هلأ نحن الحظنا بآخر كم سنة أنه البدينة صارت موجودة أكتر وأكتر بالمجتمعات العالمية والمجتمع تبعنا كمان صار في زيادة كتير سريعة وكبيرة للبدينة وما كان متوقع الزيادة تصير ومن المشاكل اللي بتسببها البدينة هي مرض السكري يعني مرض السكري بيقدر يجي عند الأشخاص اللي ما عندهم بدينة بس عند الأشخاص اللي هن عندهم بدينة هالمرض هيدا بيقدر يكون عنده نسبة كتير عالية أكتر بكتير من باقي العالم يعني عندهم استعداد أكبر أنه يصير معهم سكري إذا بقيوا ناصحين مية بالمية مشان هيدا السبب اليوم صارنا كتير نتجه سوى العلاجات تبع البدينة لأنه مش دائما نقدر نعالج البدينة بالنظام الحيات يعني تغيير نظام الحيات مثل النظام الغزائي والرياضة ما بيكونوا لحالهم كيفين خصة إذا كانت البدينة كتير مرتفعة صح إذا عندهم وزن كتير زيت مية بالمية وخصة كمان بس ما يكون عندنا مرض سكري مع البدينة بتصير ساعات البدينة بتشكل خطر كتير كبير على الصحة لأنه مرض السكري بيكون مئزة بشكل كتير كبير بس ما يكون معه بدينة مشان هيدا السبب اليوم صارنا نتجه أكتر وأكتر صوب خلول جراحية تحتل بنفس الوقت نعالج مرض البدينة يعني نشيل البدينة من الجسم وبنفس الوقت نخلي مرض السكري يختفي قد ما فينا لفترة طويلة من بعد العملية هيدا مشان هيدا السبب صدنا أكتر وأكتر عم نتطور وعم نطور بها العمليات هدولة تحت لنقدر نوصل لنتيجة تكون منيحة ومريحة للمريض دكتور صفا عمليات جراحة البدينة بتشمل عدة عمليات وعدة التقنيات كيف منعرف أي الأنسب لحالة معينة هلأ عمليات كتير في كتير من الناس بيسألوني شو أفضل عمليات البدينة للأسف ما فيه وحدة أفضل لو فيه وحدة أفضل من الكل من نلغي الكل من نترك واحدة يعتمدوا لكل ساعة مظبوط فيه كتير عمليات للبدينة لكل حالة من الحالات فيه عملية أفضل من التانية مشان هيدا السبب دائما منشخص كل شخص بشخصه ومنقدر نعرف تماما شو العملية اللي بتناسب له تحت لنشوف كيف بدنا نساعد البدينة تبعيته والأمراض اللي هي موجودة مع البدينة يعني مثلا إذا مناخد شخص ما عنده مرض السكري منقدر بس نعمل عنده أصل المعدة أو طويل المعدة تحت لننزل هي السليف بسموها أو البلايكيشن تحت لنخلي هون شو ممكن عم نعمل عم نزغير حجم المعدة مش أكتر ولا أقل منكون بس عم نشتغل على حجم المعدة مؤقتا أو بيرمننت بتضل هؤلاء العمليات دائما بيرمننت بس نعرف أن المعدة هي عضل بتعصر كل الوقت وتشتغل كل الوقت سأكيد هي يعني تقدر تتوسع مع الوقت بس ما في علاقة مباشرة بين حجم المعدة من بعد العملية ومع زيادة الوزن يعني بتقدر تتكبر المعدة بس الشخص بيقدر يحافظ على الوزن كيف بترجع بتكبر لما بيصير يأكل بشكل متزيد مية بالمية لأنه بيصير معوضة على المعدة تمغط 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 مع الوقت بتاخد كسر أنه بتصير شوية شوية أكبر بس بحب أذكر أنه مع عملية قص المعدة كوننا عام نشيل جزء من المعدة بيفروز الهرمون طبع الشهية وطبع الحرق بالجسم كمان هالعملية بتشتغل مش بس على تصغير المعدة بس كمان بتسرع شوية من الحرق بالجسم وبتساعد كمان مرض السكري إذا مناخد مثل شخص عنده بدانة كتير عالية مع مرض سكري كتير مستعصي ما عم نقدر نعيليه بالشكل الطبي هون ساعتها أكتر منتجهه بعمليات تحوير المسار اللي هي بنفس الوقت تحوير المسار اللي هن بنفس الوقت بيشيله البدانة أكيد هاي الجاستريك بايساف اللي بنفس الوقت أكيد بنزل الوزن يعني بيشيل البدانة بس كتير بيشغل بفعالية على مرض السكري أكتر من عملية قص المعدة كيف بتفرق عن قص المعدة؟ بتفرق أنه من زاغر المعدة؟ أنه بنفس الوقت من زاغر المعدة ومنعمل تحوير بين المعدة والمصران بشكل أنه الأكل بيصير بيتخطى أول جزء من المصارين بيقطع تغربتين جزء من المصارين بهتطريقة ها بنكون عام نخفف من إذا بديك الكمية الأكل عم يستوعبها الجسم وعم يخزنها وبنفس الوقت كمان منكون عملنا بايباس يعني تخطينا الجزء من المصارين اللي بيستوعب السكر بشكل أنه منكون ساعدنا كتير الأشخاص اللي عندهم مرض السكري حتى ضاين أكتر نتيج العملية أكيد هذه النتيج تبعيتها دائمة لأنه بالنهاية المعدة فيها تكبر بس التحوير ما بيتغير بيظله دائم هل كل الأشخاص اللي بيعانوا من مرض السكري بيقدروا يخطعوا لها العملية؟ لا أول شي بدي يكون عندهم بدانة يعني بدي يكون فيه بدانة مع مرض السكري هؤمنهم عمليات لمرض السكري بدون بدانة بدي يكون فيه بدانة بالداء التاني الشي هلأ إذا البدانة ما عم نقدر نعلجها بالحلول الطبية لأن دائما ما نبلش مش دغل من نعرض العملية أول شي منجرب نشتغل على الدايت وعلى نظام الحياة نشتغل نظام الحياة إذا كان فيه فشل بهالموضوع وقات بيتبعوا هيك نظام لفترة قبل ما يخطعوا للعملية بس نحن عادة مش دغل منحط برأس الشخص أنه بدنا نعمل لك عملية لأنه بهذه الطريقة ببطل يعمل ريجيم يعني بصير ينقل طريق الأهيان نحن منجرب أول شي نخليه تبع النظام اللي هو الطب العادي المعلن وإذا كان فيه فشل وما كان فيه أبدا نتيجة ساعة منقدر نتجه أكتر وأكتر سو بالعمليات نعم لما بنعمل هالعملية هل معظم الناس بيعتقدوا أنه هي حالة دائمة لاحقا ولكن ما بيعرف أنه فيه متابعة دقيقة مطلوبة منهم كل العمليات لازم منبعده من متابعة معينة في عمليات أكتر من التانية مثلا عمليات البيباس لأنه بينقص من بعدها فيتامينات بالجسم المتابعة لازم تكون مينموم سنوية رح نقول issimo ببقى العمليات اللي هي صغير المعضة المتابعة أول سنة بتكون دايما موجودة بس على المدى البعيد المتابعة بتكون أقل من غيرك كونها ما فيه على المدى البعيد نقص فيتامينات كتير بيصير بالجسم نعم لما نوصف الشخص أنه عنده بدينة أدي عم نحكي وزن سيد دكتور صفا ما هو كمان بيفرق حسب الطول طبع الشخص يعني واحد طوله متر وثمانين مش متل حدا طوله متر وخمسين دونك مش نيك ما في رقم وزن زيادة هيك بالمطلق أو اللي هو البي ام اي كمان نحن نحكي بموأ شركة الدون بس عامة تنسهل الجواب بس ما يكون في عنا أكتر من ثلاثين كيلو زيادة بالنسبة للطول طبعنا منقدر نحكي أنه عنا وزن زيادة كتير مرتفع يعني مرضي منعتبرها بدينة مرضية فأذا مش كل الناس بيقدر يخطعوا حسب هل عوامل اللي ذكرناها حسب الوزن الزياد حسب شو عنده مشاكل صحة عامة يعني مش بالضرورة يكون عنده أربعين كيلو زيادة حتى نقدر نساعده بعملية إذا عنده عشرين كيلو بس عنده سكرة نقدر ساعته هون نعرض عليه نساعده كمان بعملية تنساعد السكرة تقريبيا بحدود الـ 70% لـ 80% من وزنه الزياد يعني إذا عنده ثلاثين كيلو زيادة مفروض ينزل خمسة وعشرين كيلو ولكن بأي نمط يعني عم نحكي كل أسبوع قدية كل شهر قدية وحسب كل شخص ما في شيء منتظم حسب قديش الشخص عنده عضل بجسمه وحسب قديش عنده حرق سريع في أوقات مننزل هذا المنزول بستة الشهور أو تبدو سنة حسب كل إنسان بيفرق عن التاني مثل ما بتعرف دكتور من أثار الجراحة البدينة هو ترهل بالبشرة أو بالجلد شو عنا حلول لها المشكلة الأول شغلة دائما تتوقع ترهل لازم نعطي التعليمات اللازمة والشخص لازم يتبعون يعني أول شيء لازم الرياضة تبلش بكير من بعض العمليات لأنه نزول الوزن رح يكون سريع الرياضة بتساعد كتير أنه تخفف الترهل تاني شيء منجري منخفف الدخان تالي شيء منجري منوجهه يأكل بروتيين أكتر لأنه البروتيين بتساعد أنه الجلدة تشد وما تترهل كتير كمان من شجعه كتير يشرب ماء لأنه الماء كمان بتساعد أنه الجلدة بتخفف من الترهل في بعض الحالات للأسف قد ما نأخذ احتياطات خاصة لما بيخسر كمية كبيرة من الوزن بس ما يكون في وزن كتير على بعض وينزل كتير وزن إلا ما بده يصير فيه ساعتها ترهل ترهلات هلأ الترهلات من المرض هذه حالة مش أكتر ولا أقل الإنسان بارك ما تعجبه اتجاه نفسه على المرأة أو اتجاه اللبس طبعه شكلياً شكلياً منع مرض بقى مش ناك هون القرار بيجي على الشخص الشخص إذا هو مزعوج منه إذا ما عم يقدر يتعيش معه سيأتي في عمليات لألون تحت تالي نقدر هون نلجأ للتجميل أكيد عمليات التجميلية أكيد أكيد عمليات التجميلية مثل عمليات شد البطن أو شد الإيدان أو شد السدر ها عمليات لكل منطقة فيها تراهل فيها عملية معينة بتساعد أن نتخلص من الجلد أدي دكتور صفا نوعية بشرة الشخص بتلعب دور لأنه منلاحظ أنه ممكن يكونوا شخصين عندهم نفس كمية الوزن بدون يخسروا وخضعوا لنفس العملية ولكن الشخص عنده تراهل أكتر بكتير من غيره أكيد هون يلعب دور العمر لأنه تعرف بس ما يكون العمر أصغر بيتراهل أقل الجلدة بعد عندها كتير قوة أنه تقدر ترجع تشد لحالة هادي أول شغلة ثاني شي بتفرق بين الرجل والامرأة الرجل بشط أقل من المرأة وحتى هلأ إذا مناخد أشخاص بنفس العمر وإذا كانت عند الرجال أو عند النساء هون أكيد بيلعب دور إذا بديك الشخص هو الجينيتيك يعني قديش جلته بتشد فيه ناس بتراهل أكتر من غيره وفيه ناس بتراهل أقل أكيد هون بتفرق بس أهم شغلة هي العمر يعني شو بيكون أصغر الشخص بلاحق حاله وينزل وزنه شو بيتراهل أقل وكمان قديش فيه رياضة أو متابعة من بعض العملية تنخفف من التراهل قدي لازم أو ممكن ننطر بعض العملية قبل ما نفكر نعمل عملية ما عنده وقت معين بس أكيد لازم يكون الوزن وصل لمحله سبيت يعني لازم ما بقى يكون عم ينزل الوزن صار ستيبل هذا الوزن المثالي اللي بده يهل مية بالمية على ستة شهر ستيبل بساعة بيقدر يبحث موضوع أنه يعمل عمليات الشرك وين ممكن يظهر تراهل بالجسم بعد اختار كبير من الوزن أكتر الشي بالبطن أكتر الشي عطم بالبطن عند النساء كمان بالصدر الإيدان كمان عند النساء بشكل كتير كبير بيكون عندهم نسبة عالية وبيبقى فيه كمان الإجران اللي هي دايما موجود التراهل كمان بيكون كتير موجود بس أكتر عند النساء من عند الرجال ليش؟ لأنه رجال معظم الحلات البدانة تبعيتهم بتكون بالبطن بيكون عندهم بطن كبير بس عند النساء بتكون البدانة وينما كان بالخواصر وبالبطن بتكون موزعة على الجسم كله الحمد لله الحمد للنساء التراهل بيكون إذا بدك موجود بأكتر مناطق من عند الرجال عملية تراهل الجلد بتنعمل بأكتر من منطقة بالجسم أو كل منطقة بدها عملية لوحدها يعني منقدر نشد الإيدين والبطن والإفخاد بنفس الوقت؟ حسب هنا حالة المريض حسب حالته الصحية منيحة بتحمل بس عادة من المستحسن أنه ما ينعملوا هالعمليات سوى لأنه بيصيروا عمليات كبيرة وتقيلة على الشخص السكارين اللي بتبقى السكارين اللي بتبقى بشعة بتكون أو كمان إلى حلول تبقى ظاهرة لا لا ما في عملية تجميل بلا جرح يعني بين أنه تراهل أو جلد هذا القراري بيرجع للشخص هو يعني هو شو بده كيف بيتقبل فكرة أنه يكون عنده جرح أو بيتقبل فكرة الجلد اللي هو زائد طيب كهذا الشي بيرجع إذا بديك شخصي لكل إنسان بس دائما أن العمليات اللي بدي تنعمل للجلد من بعد نزول الوزن فيها جرح بدي يكون ظاهر هل هالعمليات الخاصة للبداني دائمة يعني بتنعمل مرة بس أو ممكن يحتاج عمليات البداني بتنزل الوزعات عامة منعملها لتنقيس الوزن بشكل دائم نحن هيدا الاتجاه تبعنا ونسبة النجاح فيها إذا منحكي مخلوطة يعني على مدة تقريبا عشر سنين هي بتتخطى السبعين بالمئة نحن منروح باتجاه دائم بس دائما في عنا نسبة معينة اللي هي صغيرة من الأشخاص اللي بيرجعوا والمريض كم يبريح من المسؤولية مية بالمئة شكرا لألك دكتور ناجي صفا ولها المعلومات القيمة شكرا لألك أهلا سهلا فيك واقفة مشاهدين وقفة اللايب بكمل خليكن معنا اشتركوا في القناة